اشتركوا في القناة رئيس مجلس أماناء مجلس التعليم العالي أن التعليم في مملكة البحرين لطالما حظي باهتمام ودعم كبيرين بفضل الرعاية السامية من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير سبل التعليم وتحسين جودته كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأكدت بأن هذا اليوم يعد مناسبة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بما فيها الأهداف المتعلقة في التعليم مضيحة بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حريصة على موصلة العمل لتحسين مخرجات التعليم العالي وموكبة التطورات الحديثة في التعليم والمضي قدما في سبيل تحقيق التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين من خلال العمل بخطة ثابتة ورؤية واضحة تستهدف تعزيز قطاع التعليم العالي وتطوير مخرجاته وفرص الارتقاء به ترجمة نانسي قنقر